شهد اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة مؤسس منظمة KHA MMA بحضور الأمير حسين بن ناصر ميرزا رئيس الاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة وسيد زيد ميرزا مؤسس منظمة ديزرت فورس وعدد من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية منافسات بطولة ديزرت فورس 21 التي احتضنتها صالة مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمانة تحت شعار المواجهة وذلك بمشاركة 11 دولة عربية كما تابع سمو منافسات البطولة بمشاركة 18 مقاتل من الوطن العربي في 9 نزالات قدم خلالها المشاركون أداء قتاليا قويا من أجل الحصول على القاب البطولة التي تعد أكبر البطولات في الشرق الأوسط وسط حضور جماهيري كبير هذا وكان سموه تواجد مع التقم الفني والإدارية المصاحب للمقاتل حمزة الكوهاجي خلال التدريبات والاستعدادات النهائية لتقديم الدعم المعنوي والتهيئة النفسية للمقاتل للتأكد من انتهاء عملية الاستعداد بشكل سليم ولحرص سموه على توفير كافة الامكانيات قبل الدخول إلى الحلبة وأشار سموه إلى أن مشاركة فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين فرصة كبيرة من أجل الترويج لمملكة البحرين كدولة حاضنة لمختلف الرياضات وهي فرصة كذلك للتعريف بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها البحرين في رعاية ودعم هذه الرياضة وللشباب البحريني الممارس لها كما أكد سموه أن البطولة شهدت مشاركة أبرز المقاتلين المحترفين على مستوى الوطن العربي والذي يعكس مدى تطور رياضة فنون القتال المختلطة في الوطن العربي وأشهد سموه بالدور الذي تلعبه منظمة ديزيرت فورس في رياضة فنون القتال المختلطة مضيفا سموه أن المنظمة استطاعت ومنذ تأسيسها أنهوض بهذه الرياضة عبر إقامة الفعاليات والبطولات التي رفعت من مستوى المقاتلين ومنحتهم فرصة المنافسة الشريفة في إطار قانوني وآمن مهني أن سموه المنظمة على التنظيم المتميز لهذا الحدث الرياضي العربي وقد وجه سموه الشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين متمني أن سموه التوفيق والنجاح للفريق أكبر البطولات العربية في رياضة الفنون القتالية تميزت وتلونت بألوان البحرينية فقد تواجدت مملكة البحر متمثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بمشاركة المقاتل حمز الكوهجي في النزال الرئيسي لبطولة ديزرت فورس في نسختها الحادية والعشرين ولكن الحظ وقف في طريق المقاتل ولم يتمكن من خطف درع البطولة بعد أن خسر النزال أمام المقاتل الأردني عز الدين الريباني الذي فاز بلقب وزن 66 كيلو جرام نفس ما قلت كانت ضربة حظ يعني الضربة ما كانت واضحة يعني كانت ركبة أو كانت راكلة كانت ضربة حظ واضحة ما يسمونها لاكيشات في اللعب وهذه اللعبة يعني تشري فيها يعني ما تبين قوة الواحد لما يخسر يعني هو صجع والخسارة والخسارة دائما تكون ثقيلة بس يعني معروف أنه أبطال العالم اللاعبين كل عندهم ركوردات خسارة ومن الناحية الأخرى توجت البحرين بتواجدها في هذا المحفل العربي فقد خطفت أنظار الجميع من خلال ما قدمته في أقل من عام على تأسيس الفريق وما حققته من إنجازات في جميع المشاركات مما أجبر الجميع على تحية قائد رياضة فنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نحن فخورين كثير بشغل سمو الشيخ وهذا شيء يعني بيشرف كل العرب وشغل على مستوى عالمي ما شاء الله عليه وهذا بتعطينا دعم كلنا كمنظمات وكرياضيين وكمقاتلين وجوده بالساحة ونتمنى له كل خير بالفريق تابعه بالمنظمة تابعته إن شاء الله كمان وفي بناتنا إن شاء الله كل التعاون فريق كي اتش كي برأسة سمو الشيخ خالد بن حمد في وقت جدا ديق قدموا مستوى ممتاز وإنجازات كبيرة وما شاء الله عليهم من الأول التركيز على الأداء الصح وعلى الأبروتش الصح فإن شاء الله في المستقبل إذا كملوا على هذا المصار إنجازات كبيرة في المستقبل تسع مواجهات كان عنوانها التحدي والقوة والإثارة وبذلك يزدل الستار عن منافسات بطولة ديزرد فوس في نسختها الحادية والعشرين حازم الشيخ لتلفزيون البحرين عمان اشتركوا في القناة